قرعد دوري أبطال أوروبا برعاية ريال بيتيس أنت اللي رح تقلنا المواجهات؟ آه والله لأنه كاتب التاريخ مشغول عم يكتب فقلنا نحن نقلكم إياها جاهزين؟ لك آه جاهزين يلا شو كان رح يطلع لنا البير صحيح سيتي ضد البير شو عم بمزح طب خلينا نعيد يلا جاهزين شو كان رح يطلع لنا بنفكة؟ لا البير ما في مجال يعني خلاص أكلناها طب ظبطك رمالنا أني أرى موسم ريال مادريد الماضي يتكرر معانا مواجهات صعبة فما حاجة مرة تانية لا وعندكم لعب برازيل صغير بينزل تاني شوت؟ لا بس عنا لعب ألماني صغير بيبلش من الأول يعطيك العافي المواجهة اللي بعدها رح تكون الانتر ضد بنفكة يا بركة دعاكي يما الطريق إلى إسطنبول تالت مواجهة نابولي يا سلام يا زلمي خلاص نابولي ضد الميلان لا عن جد يا سلام يا حبيبي والله هن كلهم يا حبيبي يعني مما كان حيطلعنا رح نطلع بره اعمل حالك مش خايف وآخر مواجهة معنا خلاص مش الحال ما في داع ريال مادريد ضد تشيلسي والله عنفكر استأجربات بإنجلثر أحسن ما ضلني رايح جاي في السينما نلعب ضدهم وان دورتموند وماذا لو عادا معتذرا تتأهله؟ وفي داع نروح نلعب ولا بتعطونا قرعة النص نهائي دغري هو فعلا نعملنا قرعة النص نهائي واللي بيربح منكن رح يلعب ضد السيتي أو البايير البس يا جميل يا حرام شو رح نعمل فيكن يعني اللي بيسمعك بقول انه انت اللي رح تتأهل لا ما هو لانه رح نطربشكم بالريال بايير بس خلونا نتأهل هالمرة عنا طار و لازم ناخده يا حبيبي هاتريك رونالدو بعده متسلل بزلعيني ومننا ناخد نحن بطارنا انتو بتعرفوا انه يورجين كلوب طلعنا بالألفان وثلاثة عشر وبعده عم يبكي لهلا عن اي طار عم تحكو شو باك فايت فينا سولو سكواد هات جهزوا انفسكم اوروبا ستدفع التمن يا خي تدفع تمن شو ما انتو بطل اوروبا ما بعرف بس باتكن تدفع